بحلة جديدة يبدو أحد أقدم الأسواق في مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت سوق الحنضل أو كما يعرف أيضا بسوق قسبل حيث جرى ترميمه من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بطراز فريد وهندسة بديعة ذات طابع معماري يحاكي التراث الحضرمي كما يتحول بفعل التيديد إلى لوحة تشكيلية سوق الحنضل بمدينة سيئون أو ما يسمى قديما بسوق قسبل وهي تسمية لا زالت تطلق عليه إلى اليوم هو تجمع لعدة أسواق قديمة كانت سائدة في مدينة سيئون كما أنه يتوسط قلب سوق المدينة تتجمع في هذا السوق العديد من المواد إلى جانب الحنضل ومستلزماتها هنا حيث عبقوا التجارة الشعبية التقليدية ليس في نوعية ما يباع فيه وما يشترى من منتجات بل حتى في طبيعة العرض والتداول لتلك البضائع وهو ما يميز هذا السوق فتجد من يبيع الحنضل واللوزة والبهارات المتنوعة وبذور الكثير من المواد الزراعية والحلوى وحتى البخور إضافة إلى المنتجات اليدوية التقليدية كل هذه الاحتياجات تجدها في هذا المكان العتيق السوق هذا يعتبر بالنسبة لي أنا كذا يمكن فوق الخمسين سنة وانا في المكان هذا أما الوالد فوق السابعين تقريبا قدره اليوم تقريبا لمسكو الشيبان لقدامنا وهذا لكلهم كانت كأسرة واحدة وسط السوق السوق اليوم بهيئته الجديدة ازداد حضوره ليصبح محل جذب لزوار المدينة ومقصدا سياحيا أيضا في حركة تجارية نشطة يرتاده الزائرون ليحصلوا على ما يحتاجونه من مكتنيات لا تجدها إلا فيه لم يعد هذا السوق معلما تاريخيا فحسب بل أصبح اليوم رمزا لمدينة سيئون عاصمة وادي حضر موت وجاذبا لزوارها كسوق عتيق ما يزال يحظى بقيمة استثنائية حدد مسعد قناة بلقيس من مدينة سيئون حضر موت اشتركوا في القناة